سلام بنات هذا فيديو جديد مع السلام وفيديو ديال اليوم نوريكم الطريقة ديال هاتجو هرم هرس والاكيم عملو بالموزن هاتطريقة هادي عجبروها في الفيديو السابق ان شاء الله نعملوها الطريقة هادي بالموزن وهي طريقة سهلة عنجو عنجو فسط الوريقة ها هي وعنصبرو الجوهر سواء المكوار او المهرس هادا هو المكوار والمهرس هو هادا اللي بغيتو تخدموه اللي جاكم بزيان عملوه ها هي كنعمروا العقيق كنجو هنا ها هي سنخرجو شوية من الخرج ما نعملو شي جوجل ثلاثة نبدو الوريقة من هنا لا نعملوهم ها كده طوالين شوية ابتداء من اربعة جوهرات خنسة جوهرات عادك نعملو الوريقة من اللي نشوفوها ها هي وصلنا عنشبرو الموزونا ها هي ونجيبوها هنا هاي عالتاني عم طلعو شوية ثمن جوهرات ودائما فلوس ديالوريقة نعملو الجوهرات دائما نقيسو ها نقيسو الى كنزايد نقصو الى كننقصو الى كننقصو نزيدو الجوهر ها هي نحن نطلعو شوية ثمن نعملو الجوهر ها دي صراحة تنبدو ديالا كيجي مزاون حسا الطريقة ديالا صراحة كيجي مزاونة وسهلة وكيجي راقية لان نحن عم ولفنا الوريقة ديالا هادو عاديا دابا اللي كيبغي الموزون را كيخدم بها دي بزاف دائما انا كنخدم كيف ما اخدت لكم في الوسط اللي ما كتعرفش الوسط كتخافان دك تعمل جيهة كتر من جيهة تعملوا واحد الخيط رقيق في الوسط حتى تولي في الخدمة ديك ساعة ما تخشيس عملو كيف ما كتشوفو هادي كتجي خوية شوية لهادي علش لانك يحكم فينا هاد الموزون هادا لانه مخصناش يجيه كركب مع بعض تيتو نوستانيه نوستانيه كنعملوها واقفة ما كنعملوها لميلة لا تحاجة كنعملوها واقفة باش كتجي في الوسط ديال الورقة لان اصبح الله الوريقات من عند الله كي يجيه كي يجيه في حل من قراء في الول هيا هاي هاي هنجيه تحت منها ورغبت باش نو ان نبضم لموزون نبضم لموزون ونهو هذا ماليك تتلقي الدك في الطريقة اللولانية الطريقة هادي كتجيك سهلة نحن 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 نحسب العقيقات في نعجونه لانني وعدكم بانني بدأ من الاول بالنسبة للمتسديات في القناة ديالي الرئيسية لان بزي بدأ النسف دوكي او واحد لي سرق للقناة ديالي هو اللي بدك يستعمل الاسم ديالي وكن بدك يستعمل حتى حتى البروفيل ديالي هنا يتلالي الخيط ماليك تلالنا الخيط كن نغرزه مرة اللولانية ومرة ثانية معي وكن عاقده واحد الحاجة اللي كانوا بغي نقول عليها بان الخدمة ديالي خصت تكون منقية حتى منطهر لان بزيب ديالنات مليك تنبت لهم يعني كي قلبوا بياسة حتى منطهر كيشوفوه شنقية ولوالو لهذا كنتمنى اي وحدة نبتت اه تحافظ على المقاوة دياله قفطن دياله او جلبة دياله باش تكون بياسة دياله مقية ها هي الطريقة سهلة كي منوها الناس قفاطن في جلاله بيعني انتنا وفي نخصك تعمله ولكن من نسبة المتدئات كنتمنى تعملوا جوج 3 اربعة تتلقوا يدكم تت انتوما تردوا على الخدمة ديالكم يعني مشي لان الواحد صوح الله مليك يدخل هاد المجل هدا يعني كتعرف رأسك عامل الغالط عاود وعاود وعاود حتى تتعلم ان شاء الله وعليش الغالط اللي كتعملو هي ما كتدخلوشين جروبات كتنزلو الخدمة ديالكم كتمنعوا الارأد وحيد اخر باش كتتعلم انا نتعلم منه كنتين اتتعلم مني هذا هو الدرس اليوم كنتمنى تكونوا استفدتوا معي ومع درس جديد ان شاء الله وشكرا